التحالف يعمم قوائم بمواد أولية ممنوع استيرادها إلى اليمن إجراء بدأ يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل الصناعة التحولية في البلاد التي تواجه صعوبات عديدة وعلى قطاعات اقتصادية مهمة أخرى وليكرس في المحاصلة النهائية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي يعيشها اليمن في تاريخه المعاصر ماءة سلعة جديدة حضرت تحالف استيرادها وتشمل فيما تشمل المركبات والسيارات التي يزيد وزنها عن 30 كيلو وعرابات الدفع الرباع والجرارات الزراعية وتشمل كذلك معدات زراعية ومواد كيميائية تدخل في صناعة المواد الغذائية والألبان وتشمل قائمة الممنوعات أيضا عددا من المواد التي تدخل في الزراعة وعلى رأسها مشتقات الأسمدة ومواد أولية تدخل في مجال الاستخدامات الطبية بالإضافة إلى الخلايا الشمسية وأجهزة الاتصالات وأنواع من الهواتف النقالة بما فيها هواتف الثرية المرتبطة بالأقمار الصناعية وقطاع غير الآلات الثقيلة التي تستخدم في المصانع بالإضافة إلى محركات القوارب التعميم بهذه السلع صدر من التحالف عبر الجهات اليمنية الرسمية المختصة إلى المكاتب التجارية وشركات البلاحة والتخلص الجمركي وقطاع الاستيراد على نحو الأثار المخاوف لدى القطاعين الصناعي والتجاري في اليمن خصوصا أصحاب المصانع الذين اعتبروا تعميم التحالف استهدافا مباشرا لنشاطهم الصناعي والإنتاجي في ظل علم التحالف بأن هذه المواد لا تستوردها إلا المصانع يتعمق الحصار وتتعمق معه الأزمة الاقتصادية الخانقة ويهوي الريال إلى أدنى مستوياته وينعدم أي أفقا للحل السياسي في لمن وكلها مؤشرات قاتمة سهمت في تكريسها سياسات التحالف ومواقفه غير المفهومة حتى اللحظة إلا ما كشفت عنها الوقائع الميدانية الخطيرة جدا فلأكثر من ثلاثة أعوام ونصف والحرب تراوح في مكانها في ظل ما يراه المراقبون عداما لمؤشرات الحسم من جانب تحالف الرياض أبوظبي الذي ينحرف بنظر هؤلاء المراقبين أكثر من أي وقت مضى نحو أهداف جيوسياسية تتعلق بدوافع الهيمنة على اليمن وموقعه الجغرافي ودولته ووحدته بغض النظر عن التداعية الكارثية التي تعصف بالبلاد جراء سياسات كهذه